أعند بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كالبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مغضونة متكئين عليها متقابلين يدوف عليهم وندان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتعون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منذود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدكون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأنتم تسرحونه أأنتم تسرحونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المسل أم نحن المنسلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم ما التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تجرة ومتاعا للمقومين تسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنذرون ونحن أبره إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فارزل من حميم وتصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم جزائكم الله خير والكثير والجزائكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر